في إطار حماية المستهلك وقمع الغش في السلع والمنتوجات وبناء على معلومات تحصل عليها أفراد فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بالبويرة مفادها وجود شاحنة محملة بكمية معتبرة من مادة الشمال مقلدة على الفور تم مباشرة التحقيقات والتحريات ليتم توقيف شخص يقوم بعرض وبيع الشمال مقلدة بمختلف الأنواع مرتكبا بذلك جنحة حيازة منتوج يعلم صاحبه بأنه صنع عن طريق الغش في تركيبه شم مقلدة جنحة التقليد مادة تبغ الترشق لعلامة وطنية ممارسة نشاط تجاري غير قارب دون التسجيل في السجل التجاري على إثر ذلك تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف الشاحنة نوع صناكوم وبعد تفتيشها تبين أنها محملة بهذه المادة المقدرة بـ 70750 كيس تقدر قيمته المالية بـ 283 مليون سنتيم مخبأة ومموهة بإحكام بعلب كارتونية خاصة بالخردوات تم اقتياد المعني إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة